صرحت وزارة التجارة الصينية أن الصين ستركز على توسيع الطلب المحلي وتعزيز الدور الأساسي للاستهلاك مع الاستمرار في تعزيز سياستها المتمثلة في الانفتاح على الشركات العالمية وقالت الوزارة أنها ستسرع بناء نظام لوجستي حديث لتعزيز الدوران المحلي للاقتصاد وتعليقا على سياسة الانفتاح رفيع المستوى ذكرت الوزارة أنها ستسعى جاهدة لبناء الصين كدولة تجارية قوية ولتحقيق هذا سيكثف البلد جهوده في استخدام رأس المال الأجنبي وتسهيل الاستثمار في الخارج وسيتم اتخاذ تدابير لتعزيز مشاريع الحزام والطريق ودفع دوران خارجي سلس وسيشارك البلد بنشاط في الحوكمة الاقتصادية العالمية ويحمي التعددية في الاقتصاد والتجارة العالميين